اجمعوا تركيا الفرقاء الفلسطينيين وتختار اسطنبول بما تحمله من دلالة مكانية ملتقا لتقريب وجهات نظرهم والتباحث بشأن ملفات مهمة تذلل الطريقة لانهاء الانقسام المستمر منذ عام 2007 في مقر القنصلية الفلسطينية العامة بمدينة اسطنبول التقى وفد من حركة حماس وفدا اخر من حركة فتح وتباحثا آلية انهاء الانقسام وتوحيد الصفوف في جو تسوده مؤشرات ايجابية بحسب بيان للحركتين وخلافا للمباحثات التي رأتها القاهرة بين الطرفين العام المنصر يبدو ان ارضية مباحثات اسطنبول اكثر متانة بسبب الموقف التركي المنحاز لعدالة القضية الفلسطينية ورفض التطبيع اضافة الى جدية المرحلة الحالية وفرضها اجندات جديدة تستوجب وحدة الصف الفلسطيني حيث يرى مراقبون ان النتائج المرجوة من هذا الاتفاق الذي سيعلن عن افرازاته في الاول من شهر تشرين الاول المقبل ستصب في صالح القضية الفلسطينية من ناحية تكوين حجر اساس للتصدي للعمليات التطبيعية مع الكيان الصهيوني وقطع الطريق امام الاطراف التي تسعى لاستمالة طرف فلسطيني وادخاله في صفقات التطبيع وذلك بسبب اهمية وجود جهة فلسطينية تشترك في مذلة التنازل عن الارض والمقدسات انجاح للحوار بين حركتي فتح وحماس ليس مطلبا فلسطينيا فحسب بل مطلب عربي واسلامي على مستوى الهيئات الشعبية والنقابية والعلمائية وبعض الحكومات اذ ان هذا النجاح سيكون مرتكز اي مشروع مستقبلي يضع عصا غليظة في عجلة التطبيع ويقلب مركبتها ومن ثم يحافظ على استحقاقات النضال الفلسطيني الطويل ويكللها بخطوات نحو استرداد الارض المغتصبة